موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد بعد أن قرر الله عز وجل هذه القاعدة بصيغة أمر إلى رسول الله قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة على علم على بينة أنا ومن اتبعني شوف كلمة بصيرة هون شملت العلم وشملت القدرة على التبليغ يعني أن تدعو إلى الله بعلم ليس جهل وبقدرة على التبليغ عندك أسلوب في التبليغ عندك فصاحة في البيان لذلك رسول الله تلعب سلم قال أنا أفصح العرب واختصر يليه الكلام واختصر يليه الكلام اختصارا فمن أراد أن يشتغل بالدعوة يجب أن يكون عنده علم عنده فصاحة عنده قدرة على استعمال الأساليب الناجحة في تبليغ الدعوة الدعوة جمعها كلها ربنا بكلمة على بصيرة أنا ومن اتبعني فمن اتبعني فليفعل مثلي يدعو على بصيرة وسبحان الله وما أنا من المشركين قال تعالى أيضا معذيا نبيه مواسيا له أنك لم تكن فقط وحدك في هذا المجال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون يا محمد هذه الرسالة التي تقوم بها أنت تبلغها إلى قومك وأنت حصرا ستبلغها للعالمين وما أرسلناك إلا رحمتان للعالمين وهذا مما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الأحمر والأبيض والأسود يعني إلى كل الخلق لقد سبقك بتبليغ الرسالة كثير ممن مضى قبلك أصلا كل الرسول قبل رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء ولا نبياء بعده وكل من ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب مفتر نقطا تهى ليس بعد نبينا نبي لكن قبله كل الأنبياء كانوا قبله لذلك قالوا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا هنا كلمة رجال تعني تحمل معنى الذكورة ولذلك قيل كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجل فالرجول أول شيء من معانيها أنه ذكر ثم يحمل قيم الرجول النخوة المروءة الشجاعة الوفاء الاستقامة العفة إذن كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجل فكم من ذكر أو ذكور لا يحملون صفات الرجال وكم من أنسى تحمل صفات الرجال لكن حتى لو أن الأنسى حملت صفات الرجال أو بعض صفات الرجال نقول عنها أخت الرجال وليست لا نقول عنها رجل لذلك ربنا لما يقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا وهذه الصيغة استثناء قبله نفي وما أرسلنا نفي بعده استثناء إلا رجالا تفيد الحصر في اللغة العربية بل هيما من أقوى أساليب الحصر يعني حصرا كل أنبيائنا رجال يعني كل أنبيائنا ذكور لأن قلنا أن كل رجل ذكر لذلك قال علماء العقيدة فيما عليه أهل السنة والجماعة من الصفات الواجبة للأنبياء الذكورة فما أرسل الله من أنسى نبية قط وما ذكر عن الوحي إلى أم موسى والكلام الملائكة للسيدة مريم هذا لا يدل صراحة على النبوة لأن ربنا قال أنه أوحى إلى النحل هل أصبحت النحل رسلا؟ إذن الوحي هو الإعلام الخفي السريع ليس بالضرورة أن يكون للأنبياء ممكن أن يقول أن يكون لغيرهم لكن الرسال أبدا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا الرسل ذكور ورجال لذلك ربنا قال من المؤمنين رجال المؤمنين جمع مذكر هذا معروف إذن ذكور ومع ذلك قال من المؤمنين رجال إذا قلنا أن من للتبعيد أي ليس كل المؤمنين رجال بعضهم رجال وهنا يتحدث عن رجولة الإيمان التي تحمل معنى الثبات والصبر على المبدأ مهما كانت العقبات وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى القرى جمع قرية وغالبا تستعمل في القرآن للمدينة الكبيرة ونادر ما استخدم في القرآن كلمة مدينة وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى استخدمت لكن غالبا يقال القرى أو القرية واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون أي المدينة إذن الرسل كلهم رجال وكلهم من أهل المدن لا يوجد أحد منهم من خارج المدن من أهل البادية أفلم يسيروا في الأرض هذا الخطاب لرسول الله والمقصود قريش فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم قوم عاد قوم هود قوم أهل مدين عندما كذبوا الرسل مثل ما هم كذبوا كيف كانت عاقبتهم كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون وانظر إلى هذا الالتفات البليغ والجميل جدا الحديث هنا عن المكذبين المعذبين في الدنيا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من من كذب الرسل فأهلكهم الله ولدار الآخرة خيرا للذين اتقوا هلأ بحسب السياق كنا نتوقع أن يقول ولدار الآخرة أشد عذابا لهم من عذاب الإهلاك في الدنيا لكن الله بالتفات سريع وجميل قال ولدار الآخرة خير للذين اتقوا يعني هي أسوأ للذين كفروا من باب المقابلة لكنه ختمها بذكر المتقين ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون نعم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبر لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تضيق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون لما ذكر الله ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون طيب يا رب الذين اتقوا في الدنيا ماذا لهم قال سأنصرهم لكن بعد فترة امتحان طويلة نسبيا حتى إذا استيأس الرسل أي طال عليهم الأمد قبل مجيء النصر وتتالت عليهم المحن والشدائد كما رأينا في قصة يوسف وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا أي نصر قادم قادم للمؤمنين للمتقين لكن بعد فترة امتحان طويلة تكاد لطولها أن ييأس أو يستيأس والاستيأس غير اليأس الاستيأس هي مرحلة قبل الوصول إلى اليأس الكامل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين إذن الذين اتقوا الدار الآخرة خير لهم وستكون العاقب لهم في الدنيا لكن بعد فترة ابتلاء طويلة هذه الآية اجتملت على اختصار بليغ يؤدي بالسامع إذا لم يكن عنده علم بأساليب العرب إلى اعتقاد بأشياء لا يجوز اعتقادها حتى إذا استيأس الرسل الرسل لا تستيأس وظنوا أنهم قد كذبوا حاشا للرسل أن يظنوا أن الله قد أخلف وعده معهم هذا المعنى مرفوض جملة وتفصيلا وإن دل عليه ظاهر اللفظ والله يبتلينا أحيانا بإعمال عقولنا لفهم مراده كما يبتلينا بإتعاب أجسادنا لتنفيذ أمره يعني قد واحد يقول طيب ليش الله عز وجل جابها الأسلوب الصعب شوي جاء به من أجل أن تتعلم وتعرف مراد الله قال حتى إذا استيأس الرسل أي أتباع الرسل وليس الرسل الرسل عندهم ثق مطلق بالله لا يدخل لأس إليهم أبدا وهذا رأيناه في موسى وقومه عليه السلام قالوا إنا لمدركون إذا من الذي استيأس أتباع الرسل بينما سيدنا موسى قال كلا إن معي يا ربي سيهدين إذن الرسل لا يأس ولا يستيأس حتى إذا استيأس الرسل أتباع الرسل هذا أحد المعاني الصحيحة وظنوا أنهم قد كذبوا أي بعض أتباع الرسل ظنوا أن وعد الله لن يتحقق لشدة ما نزل مهم من ابتلاء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب المعنى الآخر وهي قراءة السيدة عائشة فيما رواه البخاري حتى إذا استيأس الرسل أي من إيمان قومهم كما قال الله لنوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن هذا المعنى الثاني المقبول حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم وظنوا بمعنى تيقنوا أنهم قد كذبوا أي أن قومهم لا خير فيهم استعملوا معهم كل الأساليب ولم يؤمنوا على قراءة كذبوا وليس كذبوا إذن استيأس الرسل من إيمان قومهم وتأكدوا أنهم قد كذبوا ولا مجال لاستجابة قومهم لهم يعني استعملوا كل الأساليب كل وسائل كما قال الله عن نوح عليه السلام إني دعوت قومي ليلا ونهارا يعني 24 ساعة لمدأ 24 ساعة زي شرطة النجدة أو الإصعاف ما في توقف أبدا يعمل عمال متواصل ودعاهم سرا وجهرا وإعلانا بعد مدة طويلة قال الله له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلما استيأس نوح من إيمان قومه عندها قال رب لا تزر على الأرض من الكافرين ديار خلاص طالما أنهم لن يؤمنوا أنت قلت لي يا رب أنت علام الغيوب لن يؤمنوا إذا ما فائدة بقائهم في الدنيا يزدادوا قفرا لا يا رب ارحمهم وأهلكهم جميعا لذلك ما يأتي واحد يقول هي سيدنا نوح دعا لقومه بعد تسعمية وخمسين عام من الصبر على الدعوة عليهم على الدعوة لهم واستعمال كل الأساليب فلما أخبره الله أنه لن يؤمن منهم أحد إلا من قد آمن دعا عليهم أما ما يأتيني واحد عمل بالدعوة سنة أو سنتين أو عدة أشهر ثم استيأس من قومه ودعا عليهم هذه ليست سنة سيدنا نوح لأن الله ضرب لنا المثل المقابل سيدنا يونس خرج من قومه ويأس منهم قبل أن يقول الله له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فكان أن التقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين إلى آخر الآيات إذن حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم وتيقنوا أنهم قد كذبوا ولا مجال للتصديق أحد بهم جاءهم نصرون إن لمدركون قال قل إن معي ربي سيهدين ففتح البحر بأمر الله وأغرق فرعون لذلك قال الله عز وجل فكانت العاقبة فنجي من نشاء من الرسل ومن آمن معه هود ومن آمن معه نجى وهلكت عاد صالح ومن آمن معه نجى وهلكت سمود شعيب ومن آمن معه نجى وهلكت مديان أصحاب الأيكة وهنا فنجي من نشاء أي من من آمن واتبع الرسل ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين مهما كانت قوتهم عاد قالوا من أشد مننا قوة أهلكهم الله بريح صرصرين عاتية وما استطاع عهد أن يرد عنهم بأس الله بأس الله أي عذابه إلى إهلاكه لهم فرعون قال أنا ربكم الأعلى أهلك بالماء الذي هو أصل الحياة فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين وختم الله هذه الصورة كاملة بالإعادة والإشارة والعودة إلى التذكير بالقصة لقد كان في قصصهم عبرة عندما أقص عليكم في القرآن للاعتبار وليس للتسلية القرآن مش حكواتي القرآن كتاب هداية يذكر لك القصة لتستخلص منها العذات والعبر لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لأصحاب العقول الألباب جمع لب وهو العقل ما كان حديثا يفترى هي ليست أساطير لم تحدث هي واقع وليست للتسلية للعبرة ولكن تصديق الذي بين يديه فمعظم ما ورد موجود في الإنجيل وفي التوراة الذي بين يديه يعني بمعنى قبله وتفصيل كل شيء مفيد لكم لتهتدوا وترحموا وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون شوفوا يا أخوتي كلمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون أول آية في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين إذن ليس هدى لكل الناس هنا ربنا قال هدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون إذا كنت مؤمنا احتديت بالقرآن أكثر من ضعيف الإيمان أو من لا إيمان عنده لأنه في ناس مسلمين ما مؤمنين قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا لكن قولوا أسلمنا إذن القرآن هداية للأعراب المسلمين لكن يحتدي به أكثر من؟ من وصل إلى درية الإيمان يحتدي به أكثر من وصل إلى رتبة المتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه آه إذن كلما ازددت إيمانا ازددت هداية وانتفاعا بالقرآن الكريم وهذا يفسر لماذا المسلمون الآن يقرؤون القرآن كثيرا ولكن الهداية بينهم قليلة كلهم يقرأ القرآن إذن لماذا الغش والكذب والخداع والخيانة منتشرة في أسواقنا تفوت على أي تاجر تجده يفتح القرآن ويقرأ وخاصة في رمضان القراءة كثيرة لكن الانتفاع قليل لأن ربنا قال هدى للمتقين وهدى ورحمة لقومين يؤمنون في موضع آخر قال للمحسنين وعندما سأل التابعون سألوا الصحابة لماذا انتفعتم بالقرآن أكثر منا قالوا لأننا أوتينا الإيمان قبل القرآن فانتفعنا به أما أنتم أوتيتم القرآن قبل الإيمان فلم تنتفعوا به يعني كما انتفعنا نحن مو لم تنتفعوا نهائيا تابعين انتفعوا لكن ليس كنفعي كانتفاع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإيمان أولا ابني الإيمان في القلوب ثم بعد ذلك فلتنتشر قراءة القرآن وسماع القرآن أما انتشار سماع القرآن وقراءة القرآن ومسابقات تحفيز القرآن الآن في كل الدول الإسلامية صح وجوائز كبيرة ترصد وهذا شيء حسن نحن لا ندعو لإلغائه لكن ندعو قبل ذلك لانتشار صناعة الإيمان في القلوب والتقوى في القلوب قبل القرآن هذا الذي لا يفقهه كثير من الناس ولا يريدون أن يفهموه لأن قراءة القرآن أمر سهل تفتح تقرأ تأتي تجلس وتسمع لكن أن تجاهد نفسك وهواك لتنتقل من رتبة الإسلام إلى رتبة الإيمان إلى رتبة الإحسان التي جمعها رسول الله في حديث واحد حديث جبريل المشهور يا محمد أخبرني عن الإسلام ثم سأله عن الرتبة الأعلى أخبرني عن الإيمان ثم عن الرتبة الأعلى أخبرني عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراف إن لم تكن تراف إنه يراك فإذا وصل إلى رتبة الإحسان والإيمان وهي رتبة التقوى انتفع وأصبح مهتديا كلما قرأ القرآن كلما ازداد إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا لأنه أصلا مؤمن فازداد إيمانا أصلا تقي فازداد تقوى أصلا محزن ازداد إحسانا لكن الآن نحن تقرأ علينا الآيات أن أزداد إيمانا الشاب في الجامعة يسمع قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ثم يذهب إلى الجامعة فينظر إلى كل البنات طيب ما سمع الآية لم ينتفع بها التاجر يأتي ويسمع ولا تأكل الربا لكنه يذهب عند التجارة يأكل الربا لم ينتفع إذا كانوا لم يزدد إيمانهم إذا تليت عليهم آياته إذن ليسوا مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا طالما تليت الآيات ولم يزدد الإيمان إذن هؤلاء ليسوا بمؤمنين لا أقول كفار لا زالوا في مرتبة الأعراب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا لكن قولوا أسلمنا نحتاج إلى صناعة الإيمان في القلوب أولا انظر إلى قول الله تعالى ولقد آتينا موسى الهدى وأورسنا بني إسرائيل الكتاب موسى آتيناه الهدى موسى مهتدي بل هو هادي لكن بني إسرائيل ما كلهم اهتدوا أخذوا الكتاب نعم قرأوه نعم وأورسنا بني إسرائيل الكتاب الكتاب الذي فيه هدى وذكرى لأولي الألباب هذه الآية الثانية هدى وذكرى لأولي الألباب إذن أورسنا بني إسرائيل كلهم الكتاب لكن ليس كلهم من أولي الألباب لذلك ليس كلهم اهتدى وتذكر شوف الدقة ولقد آتينا موسى الهدى وأورصنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لكلهم لا لأولي الألباب منهم لذلك يا أخوتي نحتاج إلى من يصنع الإيمان في نفوس الأمة بعد ذلك فلتنتشر قراءة القرآن وسماع القرآن فيزداد إيمانا أما الآن القراءة منتشرة ما من مسلم على وجه الأرض أكاد أجذم إلا ويقرأ في القرآن ختم في السنة مرة على قل في رمضان لكن أين الإيمان؟ أين زادتهم إيمانا؟ أين التقوى؟ في دائرة قليلة والقراءة في دائرة كبيرة والحل إننا أوتينا الإيمان قبل القرآن فانتفعنا به وأنتم أوتيتم القرآن قبل الإيمان فلم تنتفعوا به أي انتفاعا كاملا اللهم اجعلنا يا رب مسلمين مؤمنين محسنين متقين بل واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين الفاتحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة